الكلام تغير، اللحنة تغير، صرنا بزمن الراب إذا بدك والأفشة والكلام الجريء واللي بتدخل بقلبه إذا بدك الحشيش والمخدرات واللي ما باعرفش يعني بالأغاني أكيد تسمعون أكيد بتعرفيون هيدا اللي ضارب هلأ، صح؟ شو طبيعي، ليش؟ إذا فتحت مكتبة من أهم الثقافة والكتب وفتحت نايت كلاب في رأسه وفي هنا وفي اللي عم تقوله وينح تلاقي الناس أكثر؟ بالنايت بلو؟ حبيبي، شعبنا بيحب النكتة، بيحب الأغنية، أنا مرة كان معي إليه أيوب يطلع معنا بالحفلات فشفت النكت تابعه شوي قاسي، قلت له إليه حبيبي أنا اللي بيسهروا عندي عائلات من أهم العائلات والناس اللي فبليز، النكت اللي فيها هكي، قال لي طيب هزبا طلع، ما حد نضحك، طلع فيني قال لي شو طيب اللي قول؟ بده نزعرني ايب نيو اسمعوها؟ بده نزعرني أشيء طبيعي، مش أنا أني معه أنا يعني هذه قصة خمور وحشيش ولا يمكن عايب يعني بس في اشيء أفزع بكثير عم تصير اليوم بتقول اليوم في متل شو؟ أفزع بكثير اللي عم تصير تشوف شو عم تصير على التكتوك ولا عم تصير على مفتحة مبدو الكلمة كبيرة مفتحة الأبواب كلها على مصاريعة مين كان بيغني مين كان بيقول خلاص وعلى فكرة مش بسهولة بقى تلاقي نجم يطلع ليه؟ أغنية بقى اليوم أغنية أغنية اليوم موقفية تقول عمرة الأغنية بس اليوم حتشوف أغنية تطلع بعدين يعني شفنا كثير نجوم مش نجوم، مش نجوم شفنا كثير فنانين كسروا الدنيا وعملوا أرقام وبعدين ناموا جمهور بده هيك؟ صار سريع صار سريع أغنية تصغرب أغنية تبعك بعدين أقول لك نحن نحلي بعدنا متواصلين مع الجمهور لأنه نحن عمرنا يلحقون الصغار عرفها بالإنتاج أقول لشباب صغير مين ستلحق؟ ستلحق عمره ستين سنة لم تتوقفني ويغني الطراب ويالي يلحقون من؟ فنحن لدينا الجمهور القديم تبعنا الحمد لله واللي بحبهم من قلبي وبشكرهم للمتابعتهم واللي دائما وكمان الشباب جديد قليلاً قليلاً غريب كلامك أستاذ وليد لأنه في الجيل الجديد هناك الكثير من أسفاف ونجوم لا يستحقوا بأن يتشجع محمد رمضان ويقول عنه عالمي هناك سؤالة لأن هناك سؤال من يوم الذي أرى هناك بعض المطربين سؤالة التي تخفر بعض المزاعين لا يوجد خزنة بعض المزاعين بعض المزاعين هناك سؤالة اليوم السؤال كان يجب أن تخرج لها كان هناك الكلمة البشعة كان هناك لجنة تصنف الحضور أكثر الناس يحبك ليس فقط لأنك تقدم برنامج فقط لحضورك يجب أن يتم إقصائهم عن الشاشة أو المايكروفون 70% لو هناك رقابة مثل زمان ولو هناك لجنة مثل زمان 60-70% يأتي في البيوت ولا يصلحوا قرال لا يصلحوا القرال لا يصلحوا القرال يغني حسن المطرب اليوم الجمهور في تونس وفي السعودية في الوقت يغني المقطع تبع الفنان يغني أحلم المطرب أستاذ وليد؟ البعض المطربين لا أحد يأخذها بعضهم طيب محمد رمضان قلت عنه عالمي ليس عالمي من الوقت ذاته فيه كثير من الناس ينتقدون الفن الذي يقدمه والكلمات التي يستخدمها بأغنياته وطريقة تقديم نفسه للناس لا مسموح بالنسبة لوليده لا مسموح لمحمد رمضان لا يحق لغيره محمد رمضان أولا ما قالت هو عالمي نجم سيحضر نجم عالمي أنا حضرت أفليم لمحمد رمضان ويقول من الآن كممثل محمد رمضان يذكرنا من أحمد زكي ومحمد رمضان من أهم من الممثلين المصريين من الطب والذين يساعدون يلعب أكشن لأنه كان بالصاعق بالجيش طريقة الأكشن التي يعملها كثير مهمة فأنا قالت يوم اللي يوم بإذن الله ممكن يصبح أنه عالمي أوك وكذا هذا الاشتراع حالي كمطرب وكذا مطرب وكذا مطرب وكذا مطرب ويقدي كمؤدي ويقدي راب ويقدي جو ويقال كل ما بعملها بنشير أكثر ويعمل أكثر يعني أنت مع محمد رمضان الممثل على فكرة على محمد رمضان المغنى أنا مع شقة بالنسبة لي نجم من أكبر من نجوم التمثيل محمد رمضان وبالغناء والأغاني اللي عم يعملوا بمخضومين نمبر وان مخضومين أنت طائب محمد رمضان أنت طائب محمد رمضان لا 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 سمعت فوق المئة ألف الله يوفه لماذا؟ يقصب حدا لكن يقول لك ما هو الزوء العام؟ هذا السوق يقول لك دي جي كان زمان عادي يأخذ 200 دولار صح يأخذ السوق في دي جي عربي من غير مأسكول أساني يأخذ 400 ألف دولار يأخذ 400 ألف دولار على الحفلة هذا لم يكن هناك نوع جديد كما قلت حضرتك هناك نوع جديد من الغناء هناك نوع جديد من طريقة المسرح هناك نوع طاعات جديد مع الجمهور نريد أن نحترم يضعون ما هو الحال لكل شيء يقدم الأعمال الفنية الصحة لأن المطربين لا يأخذون الحال أن هذا ما يعمل أبداً نعم نمسك الكرباج ونعمل مثل هاني شاكا معامل نعم نمسك العصر من نص ونعمل أغاني كويسة نعم نعمل أغاني تليق مع جمهورنا الشباب نحترمه وتليق مع الجمهور اللي بيسمع أعرف شو وقال لك يا حبيبي لو ما في جمهور في قاسم السهر اليوم في جروة السوف في وليدته في صابر بيع يحكي على أدينا نحن نحن على جديد جديد كان في وقل كفوري كان في وقل جسار كان في مل حمزان كان في معين الشريف لدينا أصوات في لبنان تأخذ العرض طبعاً رغم الأسفاف التي نسمعها كيف نرى هذا ولم نرى الأشياء الحلوى أنا دائماً أنا أرى صلاح في لبنان أنا أرى وقل كفوري وعاصح اللانة و يمكن اسم أو اسمان تانيين مل حمزان وحد منهم معين شريف هوا الأسامل بس اللي بعضهم عم بيجربوا يحافظوا على مستقبل الأغنية أكيد مع حضرتك عم بيحكي مع الشباب فبعتقد البيئة كله رايح بالتراند يعني أو أنتوا بتكون تروحوا بالتراند وتغنوا الراف وتغنوا الهاي حتى تركت باكتبه نعمل تراند من غير ما نعمل إشياء هاي نعمل تراند بيلوننا بصوتنا بأغانينا ببعض الأغاني مش كل الناس رايح لونيك بتقول لازم يكون في شرطة رقبية إذا بدك بتقول لازم يكون في شرطة رقبية على الفن زمان شرطة من اليوم؟ 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 أي شرطة؟ مين بينفع في شرطة لليوم؟ نعم لا يوجد شرطة تلفن على المغفر هلا في شرطة؟ لا يوجد الله يعينهم الدركة والجيش الدمعة؟ ما هي اليوم؟ هل نعمل لجنة فنية؟ نعمل شرطة فنية شرطة فنية؟ لجنة فنية، بدك يا؟ هاي اوكي؟ نركب كم هاي نشوف مين ممكن إذا بدك هاي دي الشرطة تقدر تطبط الوضع لا تطبط كلهم مسلحين اليوم هاي هاي عربية قدام وعربية ورا عندهم عقدة جورج والسوف الله يطور بعمره صدقني في كتير مطربين حتى ما بدي أذكر سامي خلق عندهم عقدة المرافقة والسيارات المفيمة بسكر لك أنا؟ هاي؟ بسكر لك أنا؟ أنت أقول لي بدك أنا ما بقول أنا ما بقول أنا بقول مثل ما قتلك برمي الشبك ما قتلك؟ ما قتلك؟